أسرار شرق أوسطية اكشف فما خفي آظم مع عبد الحميد العوني أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية لا تزال المكالمة بين بايدن وما بين بوتين إلى الآن سرية للغاية ليس هناك سوى تسريب من روسيا حول لقاء اقترحه بايدن في دولة ثالثة أهم ما فيه أن هناك في تسريب جديد الرئيس الأمريكي أشار إلى عدم الوصول إلى قتل شعب بكامله وتدميره كما عبر الكريم لان في وقت سابق فرد بوتين بأن العملية جارية في أراضي روسيا وأنها لا تتعلق أبداً بتجاوز أي حدود سندعم شعباً ولذلك فلن أعتبر بأي حال أنني أدفع الناس نحو الموت هكذا بتعبيره وهذا الذي يشير إلى أنه يدعم الروس أو الناطقين بالروسية في شرق أوكريميا وأنه لن يسمح لأي أحد بأن يتجاوز ولا لأي حرب أن تكون ولا لأي حرب أهلية أن تتفاقم يقول عن نفسه إنني أمنع الحرب وأمنع القتل تعبيراً على ما كان عليه في وقت سابق عندما اتهم وصرح الرئيس الأمريكي بأن بوتين قاتل وهو يشير تماماً إلى تسميم معارضه وهذا الذي يرفضه على الأقل الرسميون الروس إذن هذه كانت النقطة الأولى بأن اتهام القتل كان يحاول جهد الإمكان بوتين أن يرد على هذه النقطة بمنع الحرب في أوكرينيا ومنع حرب أوكرينيا على شرقها على الناطقين بالروسية فهو سيمنع نفسه قال بالحرف إني أمنع عن نفسي وعن روسيا أن تقتحم أوكرينيا أو أحارب أوكرينيا وإني أيضاً أمنع أوكرينيا أن تحارب شرق البلاد للناطقين بلغتي كان واضحاً جداً بالنسبة لبوتين هذه النقطة ليس هذا مهماً هناك الشيء الأهم هو طلب بوتين بإبعاد الأسلحة النووية غير التقليدية وغير التكتيكية بمعنى آخر أن هناك رغبة من بايدن تجاه بوتين بالقول بعدم نشر أي سلاح نووي استراتيجي هذا هو المهم بالنسبة للمكالمة لأن مثل ذلك قد يدفع مباشرة الأمريكيين إلى نشر نفس السلاح عبر النيتو إن كان هناك حالة الضم فبالنسبة لانضمام أوكرينيا من حيث المبدأ فانضمام أوكرينيا مقبول لدى الدول الآضاء لكن هناك تأجيل لهذا القرار فالعملية هنا تأجيل لقرار ضم أوكرينيا إلى الحرف الأطلسي هذه النقطة وبالنسبة للرد المباشر لروسيا أنها لا ترغب أن يكون أو أن تكون هناك حدود مباشرة ما بين النيتو وما بين روسيا لا يمكن أن يكون النيتو في جوار روسيا هذا على الأقل بالنسبة لأوكرينيا وهو ما حدث تماماً بالنسبة لجورجيا في 2008 والتكرار نفس السيناريو حالة محتملة لأن بوتين هو الذي قرر الحرب في جورجيا في 2008 وقد يقررها في 2021 في أوكرينيا ما يرغب فيه بايدن هو إبعاد السلاح النووي عن النزاع في أوكرينيا لكن بالنسبة لبوتين كان مهماً لديه أن روسيا لن تجرب ولن تقوم بأي مناورة بالسلاح النووي في القرم رغب وجوده أو تواجده وجود سلاح نووي تاكتيكي هذا يمنع بالنسبة لبوتين أن يكون ضمن المناورات فكان الاتفاق حول إبعاد السلاح النووي كان تاكتيكياً أو استراتيجياً الاستراتيجي بعدم نشره مطلقاً في القرم على الأقل هذه النقطة الأولى وبالنسبة لعدم مشاركة السلاح النووي التاكتيكي في أي مناورة أو إعادة انتشار بالنسبة لما يحدث الآن في القرم إذن هذه هي النقطة الثانية النقطة الثالثة أن روسيا ولد المخابرات الأمريكية ما يفيد بشيء مركزي هو الاس 500 هناك تجريب للاس 500 بروميتي في القرم أو القرم وهذه النقطة هي التي أرادها أيضاً بايداً من بوتين كي لا يصبح الأمر صعباً للغاية خصوصاً وأن هناك تعقيدات بخصوص طيران أي طائرة في حال تجريب الاس 500 يعني أن هناك محاولة من بوتين بدهاء كبير جداً أن يبعد أي طارع مقاتل أو قتالي في أوكرينيا انظروا جيداً إلى ما يحدث في القرم سنرى أن كل ما يجري على صعيد المضرعات على صعيد الجنود على صعيد واحد بالنسبة لكل القوات إلا المقاتلات الهجومية لا وجودة لا لسخوة ثلاثين ولا للسبعة وعشرين ولا لغيرها كل هذه الطائرات لا تناور في القرم هي تناور من خارجه ولكنها لا تناور في القرم ولا تناور في دونباس على حد سواء إبعاد السلاح الجوي بشكل كامل السلاح الجوي الهجومي بشكل كامل عن هذه المعركة يعني مباشرة أنها ستكون فقط برية وليست جوية وأن روسيا لديها الرغبة في استخدام الآس 500 في حال طيران أي طائر هناك يعني أن الرغبة اليوم في روسيا أن يحضر صاروخ الآس 500 وأن يبتعد بشكل كامل انظروا إلى هذا التكتيك لأنه بالآس 500 لا يمكن لأي طائرة أن تطير لأن في هذه الحالة فإن طارت طائرة روسية سيقصفها أيضا يعني أن لا يمكن بأي حال طيران أي شيء طائر لا من ضاد ولا بير قدار ولا غير ذلك لكن المسألة في المناورات التي حدثت طارت درونات لا يعرف إلى الآن هل لا يرغب الروس فقط في إنفاذ هذا الذي وعدوا به أم أن الأمر يتعلق فعلا بالتعاطي مع الدرونات بطريقة مختلفة لكن المهم هنا هو حضور آس 500 وتجريبه ومنع أي طائرة هجومية من أي نوع لا روسية ولا غربية وبالتالي فلأول مرة ستكون حرب القرن في هذه الحالة حرب بدون طائرات بدون أي طائرات وإن كان هذا الحال فسيكون فسيكون الوضع آآ مختلفا لأن أقصى ما لدى الأمريكيين هو هذا الاستخدام هو استخدام آآ آآ الآآ الـ F35 وأيضا بالنسبة للمقنبلات مقنبلات الـ 52 H وأيضا آآ الـ V وغيرها كل هذه المقاتلات الهوموجومية المقنبلة كلها أصبحت في خبر كان بمعنى على أن الروس في هذه الحالة وماما استخدام الاس 500 وإغلاق المنطقة كلها بما فيها أجواء أوكرينيا عن أي طائر يطير فماذا سيكون للأمريكيين هل الأمريكيون سيستدعون بشكل مباشر قواتهم من أجل إنفاذ عمليات على نفس ما عليه الروس الروس رمح المعركة لأن بالنسبة إليهم الاس 500 حجبت كل طائر يطير لا مقنبلات ولا غيرها بما يعني أن صعوبة إسقاط كل طائرات الأمريكية المشاركة حالة محتملة بالنسبة لما سيجري عليه من آلية مع الجيش الروبوت سيكون حاسما خصوصا أنه على الأرض فيه توازنات مختلة إلى أقصى حد هناك 200 ألف جندي لكن المهني منها لا يتجاوز 170 ألف مهني هناك 20 ألف دبابة منها ألفي دبابة أوكرينية ومعها يمكن أن يتعاطى معه الروس لأن هذه الدبابات كلها من قاعدة تصنيعية روسية تعود إلى الحقبة السوهيتية هناك 14500 رشاش روسي منها فقط 4000 أوكريني بتطوير أوكريني هناك 425 طائرة أوكرينية في مقابل 4450 طائرة لروسية وهناك 40 قطعة بحرية فقط لأوكرينيا في مقابل 314 روسية إذن بالنسبة لما جرى في مناورات خرسون القريبة من القرم فإن هذه التوازنات لا تعطي أي علامة إيجابية للأوكرينيين فحسب تصريح قائد جيفي أو القوات المسلحة الأوكرينية الجنرال سيرجي نايف فإن هناك ضرورة لإحضار النيتو لأسلحته ولذلك طلبت الباتريوت طلبت أوكرينيا أيضا الانضمام إلى النيتو ليكون السلاحها هو سلاح النيتو لمواجهة روسيا لكن بالنسبة لبايدن فهو لا يريد الانزلاق فالخط الأحمر بالنسبة لبايدن هو تجاوز القوات للحدود الحالية لوقف إطلاق النار الآن ديفاكتو يعني الحالي الذي يضمن نوعا من الاستقرار بالنسبة للاتجاه الآخر فإن بايدن لا مجالة لأن أحارب ولا أن أعلن حربا على أوكرينيا في نفس الوقت لن أسمح بحرب أوكرينية على شرق أوكرينيا يعني أن الأمر يتعلق الآن بسلطات كييف هذه النقطة التي تجعل مباشرة الرئيس الروسي واضحا أولا بإغلاق كل المجال الجوي عن طائرات النيتو وعن طائراته أيضا ولذلك فإنه في لخرة واحدة سحب كل ما يعني من سلاح الجو سحبه كليا المسألة الثانية لا يمكن للغرب أن يأتي بكل دباباته ولا بكل دبابات النيتو إلا في حالة واحدة هي أن يكون أن يقرر الأوكرينيون أن ينضموا الآن وأن يقرر معهم بايدا على أن أوكرينيا في النيتو وفي هذه الحالة ستكون الحرب بين النيتو وما بين روسيا وليس ما بين أوكرينيا وما بين روسيا وفي هذا التوقيت تحديدا فإن بوتين يقول بابتلاع أوكرينيا إن دفعت أوكرينيا نفسها نحو الانضمام ودخل مباشرة النيتو على خط الأزمة وخط المواجهة فإن الروس مؤهلون لابتلاع أوكرينيا وضمها إلى أراضيهم لأنها في هذه الحالة ليس ضد أوكرينيا إنما ضد النيتو وأن ذاك فعلى الأوكرينيا يدفعوا ثمرا لهذا الإجراء المسألة الثالثة أن الآس خمسمية كان مؤثرا على الأمريكيين كان كارثيا على الأمريكيين وعلى طائراتهم على وجه التحديد لذلك فإن مقاتلاتهم كلها وكل طائراتهم مع الآس خمسمية أصبحت في خبر كان ولذلك فإن ما يجري حاليا هو الرغبة أمريكية في تهدئة الوضع لأن أبرز سلاح لدى الأمريكيين هو سلاح الجو عبر المقنبلات البية على وجه التحديد وبمختلف طرزها وأيضا الآف بكل طرزها الآف 35 والآف 16 وغيرها وكلها ستكون تماما مثل ذباب ساقط أمام الآس خمسمية كما أعتقد آخر تقرير للـ CIA في هذا التقييم وهذا التقييم الذي سلمنا الرئيس والرئيس حمل الهاتف إلى بوتين إذن سلاح الجو معدوم في مقابل أن سلاح النووي كما قلنا على شروط بايدن أيضا بهذا الخصوص وهنا سيكون الوضع هو استخدام من عدمه للصواريخ الاستراتيجية النووية الأصبح واضحا أن ما بين بوتين وما بين بايدن اتفاق حول كل ما هو نووي كل ما هو نووي على صعيد الصواريخ بما فيها على أن الرئيس الأمريكي في موضوع الصواريخ والترسان الصاروخية الإيرانية الآن بوتين مع بايدن بهذا الخصوص إذن هناك اتفاق في كل شيء حول الصواريخ الحاملة لعابرة القرات والحاملة الرؤوسي النووية هذا هو الاتفاق الاتفاق أن روسيا لا ترغب إطلاقا في مواصلة أمريكا لتطورها على هذا الصعيد لأنه قد يعني مباشرة تدمير روسيا لذلك فما يجري الآن هو نوع من التهديد ولكنه مرغوب من طرف بوتين لأنه يتخوف من الصواريخ العابرة للقارات والحاملة الرؤوسي النووية ولذلك فكل روسيا هي تخرق كل شيء لا وحدة الطراب بالنسبة للأعضاء والدول ولا قانون دولي ولا غير ذلك كل ذلك لا يهتم إليه بوتين يهتم لشيء واحد هو هذه الصواريخ النووية العابرة للقارات وفي هذه الحالة لأنه يتخوف من تدمير كامل لروسيا أو أن يكون هناك يوم قيامة نووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وقد تكون الصواريخ هي الحاسمة في تدمير كل روسيا لذلك فهو يتفق في هذه النقطة وما عداها يختلف يختلف في كل شيء مع الأمريكيين إلا في هذه النقطة بالنسبة للأمريكي أيضا فإنه يسعى إلى أن لا يصادم الدب الروسي لأن الدب الروسي على الأقل سيحرج الأمن الأوروبي وسيبتلع أوكرينيا في حال الوصول بالأمور إلى أقصاها ولذلك فإن مجرد حجبي الطائرات والسلاح الطيران بشكل كامل أمريكيا كان أو روسيا وتحريمه من الطيران في كل سماوات القرم وأوكرينيا تجعل الوضع مفهوما جدا ولذلك اتفق الجميع على ما قلناه بالحرف أن هناك رغبة لدى بايدن بالاتصال بمواصلة الاتفاق حول نقط أخرى لكن من المهم أن نعرف على أن كل ما جرى في المكالمة كان واضحا إبعاد لمفهوم القتل وإبعاد لمفهوم الحرب وبالنسبة للأس 500 توقيف التجارب الخاصة بها وأيضا بالنسبة للنووي التكتيكي الذي لن يشارك في المناورات وأيضا عدم نشر صواريخ نووية استراتيجية في القرم كان هذا هو الاتفاق في المكالمة شكرا جزيلا وإلى اللقاء